الحكومة المغربية تؤكد إعادة 3000 طالب مغربي الذين كانوا عالقين بأوكرانيا من أصل 8800 ووصلوا الدفعة الأولى من الطلبة إلى مطار محمد الخامس الدولي دولياً وفي تطورات حرب روسيا على أوكرانيا تواصل المعارك بين الجانبين لليوم الثامن على التواني وموسكو تؤكد أن الحملة العسكرية ستستكمل أهدافها عمتم مساء مشاهدين نشرة أخبرية جديدة من كاب فانكاتخ بيتونجا أهلا بكم أعلنت وزارة الأوقف وشؤون الإسلامية أن أمير المؤمن الملك محمد السادس عملاً بسنة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم في الإلحاح في الدعاء والطلب الغيف أمر بأن يتم بجميع مساجد المملكة يوم غد الجمعة التوجه إلى الله تعالى في خطبة موحدة تتضمن بيان مغز هذه السنة المباركة وروح التضرع التي يتوشه بها المؤمنون والمؤمنات إلى الله في مثل هذه المناسبة بلغ لوزارة الأوقف وشؤون الإسلامية ذكر بأن أمير المؤمنين أمر أيضاً بأن يتم رفع دعاء المعتاد في صلاة الاستثقاء بعد صلاة الجمعة وهو الوارد على رسول الله في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اصقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت اللهم اصقنا الغيثة ولا تجعلنا من القانتين اللهم أمن في خبر آخر أكدت وزارة وشؤون الخارجية وتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صادقة تمسي الأربعاء على قرار حول الوضع بين أوكرانيا وفيدرالية روسيا وقد قررت المملكة المغربية عدم المشاركة في التصويت على هذا القرار بلاغ للوزارة أوضح أن عدم مشاركة المغرب لا يمكن أن يكون موضوع أي تأويل بخصوص موقفه المبدئي المتعلق بالوضع بين فيدرالية روسيا وأوكرانيا كما شددت تأكيد على ذلك بلاغ لوزارة شؤون الخارجية وتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتاريخ السادس والعشر من فبراير 2022 أكد المصدر ذاته أن المملكة المغربية تواصل متابعتها بقلق وانشغال تطور الوضع بين أوكرانيا وفيدرالية روسيا مشيرا إلى أن المغرب أعرب عن أسفه إزاء التصعيد العسكري الذي خلف مع الأسف إلى حدود أمس مئات القتلى وألاف الجرحة الذي تسبب في معاناة إنسانية للشان بينه بالإضافة إلى أن هذا الوضع ينعكس على مجموع سكان ودول المنطقة وغيرها وشددت المملكة المغربية تشبثها القوي باحترام الوحدة الترابية والسيادية والوحدة الوطنية لجميع الدول العضاء في الأمم المتحدة كشف مصطفى بيتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناتق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس عن الجهود التي يبذلها المغرب لإجلاء رعاياه المغرب العالقين بأوكرانيا وكد الوزير في الندوة السخفية التي عقدها بعد اجتماع المجلس الحكومي أن المغرب خصص خمس رحلات لإجلاء المغرب العالقين بأوكرانيا حيث تمت إعادة أزيد من ثلاثة ألاف طالب في الوقت الذي يتراوح فيه عدد المغاربة المتواجدين بأوكرانيا ثمانية ألاف وثمانمائة شخص وكانت قد وصلت أمسي الأربعاء الدفعة الأولى من الطلاب المغاربة المقيمين بأوكرانيا إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدهر البيضاء بعد تطورات الحرب العسكرية المندرعة بين كياف وموسكو وحلت طائرة الأولى القادمة من وارسو ببولندا بمطار محمد الخامس الدولي في حدود الساعة التاسعة ونصف مساء ثم تبعتها طائرة ثانية منطلقة من بوخارست وثلاثة طائرة ثالثة قادمة من بودابست لازلنا بالمغرب حيث رفضت الحكومة المغربية قبول مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمملكة قصد تحديد أسعارها أسبوعيا ومراقبة وزجر كل المخالفات ويأتي رفض الحكومة هذا في الوقت الذي تشهد فيه أسعار المحروقات ارتفاعا غير مسبوق دفع بالكثيرين للاحتجاج خاصة أرباب النقل الذين طالبوا بإلغاء قانون تحرير الأسعار الذي سمحت به حكومة عبدالله بن كيران عن هذا الرفض يحدثنا الحسين اليمني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفات البترول لا سمير خاص به كاب فانكتح أعتقد بأنه الحكومة بالرفض المناقش هذه المقترح القانون الرامي لتفويل أصول شركة سمير لحساب الدولة المغربية والمقترح الثاني المتعلق بإعادة تنظيم أسعار المحروقات واسحب المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها بهذا الإجراء هذا الحكومة أعتقد كتصادر حق النواب للأمة في تشريع وإنتاج النصوص والقوانين لكتضمن المصالح المغرب والمغاربة في هذه الظروف الراهنة لكي عرفها العالم الاشتعال دي المواد الطاقية وصياق هذه الحرب الدائرة ما بين روسيا وأوكرانيا ومن جهة أخرى للأسف الحكومة مرتقتتش هذه الإشارة لأنه كان بهذه الجزة المقترحة دي القوانين وباسم السيادة الشعبية الحكومة كان عندها المدخل اللي يمكن من خلاله تسترجع هذه الطروة الوطنية اللي رها اليوم كتدمر في شركة دي الأسامير وكذلك توقف هذه الأسعار الملتهبة دي المحروقات وتساهم في استتباب السلم الاجتماعي لتنشفه اليوم كاملين بأنه يتهدد بحكم الغلاء دي المعيشة والغلاء دي الأسعار دي المحروقات دولياً وفي تطورات حرب روسيا على أوكرانيا تتواصل المعارك في أوكرانيا على محاور مختلفة لليوم الثامن وسط تباين في بيانات السيطرة والخسائر بين موسكو وكييف يوقت دخلت فيه الأمم المتحدة على خط الأزمة بتبني جمعيتها العامة قراراً يطالب روسيا بالتوقف فوراً عن استخدام القوة ضد أشارتها وشدت وطيرة المواجهات العسكرية بين الشيشين الروسي والأوكراني فعدت مدن أبرزها العاصمة كييف وخاركييف وخيرسون التي أعلنت القوات الروسية دخولها وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن وأكد الرئيس الأوكراني بلوديمير زيلنسكي أن بلاده ستستقبل 16 ألفاً من المتطوعين الأشانب في أول مجموعة للدفاع عن حرية أوكرانيا وشعبها وكشف زيلنسكي أن العدو الروسي غير استراتيجيته العسكرية بسبب صمود أوكرانيا وضحاً في خطاب متلفز أن بلاده تحافظ على خطتها دفاعية وأن الروسيا لا تحقق أي تقدم استراتيجي أضاف أن الروسيا تقطع الماء والكهرباء عن المدنيين وتمنع وصول الأغذية والأدوية مشدداً على أنها ستدفع ثمن كل أفعالها بحق أوكرانيا من جهة أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف أن الغرب يعتمد لابتزاز ولي الدراع والضغط على الدول للحصول على تصويتها في الأمم المتحدة واعتبر أن تزويد أوكرانيا بمزيد من السلاح خطأ سيكبدها خسائر أكبر وقال لفروف في حال إعلان حرب حقيقية ضد روسيا فعلى من يخطط لذلك أن يفهم حجم تدعياتها عليه وأكيداً أن الناتو يحول أوكرانيا إلى ميدان للقضاء على كل ما هو روسي شاهدين إذن نكتفي بهذا القدر ونصل وياكم إلى ختم هذه الجولة الأخبارية ميكا بأذن كاتخ لمزيد من أخبارنا وأخبار العالم دائماً نزور موقعنا الإلكترونيكا بأذن كاتخ نلقاكم مقدم بإن الله تحية لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر